لا تبدو طهران قلقة من تأثر علاقتها ببغداد عقب عملية استهداف أربيل العراقية باثني عشر صاروخا باليستية بل توجه تحذيرات مزدوجة لإسرائيل من جانب وللعراق من جانب آخر من تحول أراضيه إلى نفوذ لخصومها الساعين إلى زعزعة أمنها كما تقول ندعو العراق لوضع حد للعمليات التي تنطلق من أراضيه بشكل نهائي وعدم السماح بتحويل حدوده إلى مركز لنشر الثراب عبر أطراف أخرى خاصة وأن علاقاتنا مع العراق قديمة ونعمل على تطويرها تتزامن عملية الحرس الثوري مع تعليق المفاوضات النووية وإن كان الملفان منفصيلين إيرانيا على الأقل إلا أن ترددات الحدث قد لا تغيب عن جولة محادثات فيينا المرتقبة كما لم تغب رسائل طهران بعدم التنازل عن منظومات صاروخية لطالما أثارت الجدل ما بينها وبين الغرب تريد إيران أن تقول أن الموضوع الصاروخي الإيراني أو الملف الصاروخي الإيراني هو لا يمكن أن يكون موضع بحث لماذا؟ لأنه الضمان الأساسية لأمن إيران ومن دون هذه الصواريخ لا يمكن لإيران أن تدافع عن أمنها وفقا للرواية الإيرانية فإن العملية استهدفت واحدا من أربعة مراكز للموساد في كردستان العراق وإذا لم تتخذ السلطات العراقية تدابيرها فإن صواريخ الحرس الثوري ستنالها قريبا تحذير طهران ليس الأول إنما أبلغته بغداد وأربيل خلال زيارات في الأشهر الماضية كما يقال هنا مع وصول المفاوضات النووية إلى منعطف حساس سيئة الرد الإيراني على إسرائيل وبرأي بعض المراقبين هنا إذا ما فشلت المفاوضات النووية فإن يد العسكري قد تزداد تحررا في تصفية حسابات أقليمية مؤجلة ياسر مسعود العربي طهران